الحوار الحقيقة ممتع مع الفنانة سميرة محسن حتى وإحنا حضراتكم في الفاصل وهي بتتكلم مع جونة مع الفن وده دور الفن أنا حاسة بيكي حاسة كمية الأعمال اللي عملتيها كمية المؤلفات اللي قدمتيها لكبار النجوم كمية النجوم اللي طلوا سواء من الورق بتاعك أو كمان كانوا معاكي في أعمال طيب أنا عايزة أرجع لكل الوجوه دي فيه كمان كان وجوه زي اللي ذكرتهم ولكن خارج بقى المعهد إزاي تم الالتقاء بيهم زي أحمد عز مثلا كامل أبو ذكر أحمد عز أنا شفته في فيل أول حاجة عملها وشفته بالصدفة في سينما أوبرا شكله بيعبر ووشه بيعبر ووشه جميل بس ناقص خبرة فلما جيت أعمل سنة أولى نصب قلت لهم هاتولي ما كنتش عارفة اسمه اللي عمل الفيلم ده جيبه فوقلت كنت شفت خالد سليم بيغني أول مرة وبيطلع من بسين كده يغني فقلت لهم أنا عايزة المطرب ده وعايزة كاملة بو ذكر كانت مساعد مخرج أول ومن الأفلام اللطيفة جدا الحقيقة فدي كان ده معناه أن أنا مش ببص لسه لخديجي المعهد لأ عيني بتجيب عيني بتشوف المواهب هو ده اللي يطلع منه مع الطالب الكويس ببقى حساه من أول يوم فجبت أعز وخلت سليم صوته عجبلي جدا وشاب صغير زي أحمد عز طبعا فحسيتي فيلم للشباب حيبلطيف وشفت شوف اللي جاء كاملة بذكري كمساعد مخرج وسألت عليها المخرجين قالوا رائع فجبت الثلاثة جودات وأنا جديدة في الإنتاج طبعا فكانت دي البداية طبعا أنا عايزة أرجع علشان أنا حاسة بيكي عايزة أرجع للقمم اللي كنت معاها يعني أنا مثلا يعني يعني وجود محمود عبد العزيز نور الشريف عادي الإمام دول أهرامات في الفن وإزاي بتشوفي كان يعني يعني رحيل بالذات نور الشريف ومحمود عبد العزيز وأسماء كتيرة عملوا يعني عملوا الحقيقة خلل في مسألة النجوم والأهرامات الكبيرة اللي عندنا بصي نور الشريف اتخرج قبل بدفعه واحمد زكي اتخرج بعدي بدفعه فكان فيه التصاق علمي طبعا فني إنساني وكنا احنا الثلاثة وغيرنا طبعا من الخارجين بنكدح للتعالو يعني محدش فينا كان بيدور على الشهرة إلا ما تجيلوا ليه؟ لأن كانت أززتنا مخرجين مصرح فبياخدونا نشتغل في المصرح فمخرجين السينما ومخرجين التليفزيون بيجوا وتفرجوا على المصرح فبيكتشفونا من المصرح من خشبة المصرح ترجمة نانسي قنقر